أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تعجب بقارئ صوته جميل أو بمؤذن أختي أمينة من عمان بارك الله فيك يعني النفس البشرية عموما سواء كان ذكر أو أنثى تلتذ بالأصوات الندية طيبة وتعجب بذلك هذا ليس له علاقة بالأمور السلوكية وغير ذلك فالإنسان إذا سمع صوتا نديا لقارئ القرآن أو مؤذنا صوته ندي أعجب بذلك يقول اللهم بارك يدعو الله تعالى له ويستمتع أيضا بسماع الأذان أو بسماع القراءة فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى الأشعري لو رأيتني يا أبا موسى لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامر آل داود يقول يا رسول الله لو علمت لحبرت لك تحبيرا أي لزينت لك تزيينا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجب بقراءة أبي موسى الأشعري هذا أمر طبيعي هذا أمر جبلت الفطر عليه ما لا علاقة بأنه والله كون رجل أو كذا ليس له علاقة بارك الله فيك